بين القاهرة ووارسو تنشط المفاوضات مع كل من حركة حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة جديدة وصفقة لتبادل الأسرة فإلى العاصمة المصرية وصل وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية لإجراء محادثات في هذا الإطار مع مسؤولين مصريين على أن تنضم إلى حماس الأسبوع المقبل حركة الجهاد الإسلامي في المقلب الآخر تسعى إسرائيل على ما يبدو للتوصل إلى هدنة وقد نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع عن محادثات مكثفة تجري في كل الاتجاهات بشان هدنة محتملة في قطاع غزة وفي هذا الإطار جاءت المحادثات في وارسو بين رئيس الموساد ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري هل اقترب التوصل إلى هدنة جديدة واقتربنا إلى التوصل إلى هدنة جديدة بين حماس وإسرائيل والفصائل الأخرى ما الأسباب التي تدفع كل طرف إلى السعي للهدنة ومن يملك الورق الأقوى في المفاوضات كل هذه التساؤلات وغيرها أطرح على ضيوفي من رمالله القيادي في حركة فتح مونير الجغوب من عسقلان رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا كوبي لاذي ومن القاهرة رئيس وحدة العلاقات الدولية في مركز الأهرام الدكتور أحمد قنديلي قنديل مرحبا بكم ضيوفي جميعا أبدأ معك سيد مونير في آخر الأنباء هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن رفض حركة حماس بدء المفاوضات دون وقف كامل لإطلاق النار في الجهة المقابلة إسرائيل ما زالت مصرة على المفاوضات تحت النار هل وصلنا إلى طريق مسدود برأيك؟ هو ليس طريق مسدود هو عملية العض على الأصابع كما يقولون في هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنت تعلم الآن حركة حماس يعني أمام مشهد وقوى المقاومة في قطاع غزة صعب جدا ومؤلم المجاعة من جهة تهدد الناس الأمراض والأوبئة من جهة أخرى الحالات الإنسانية التدمير الكامل بالتالي هي معنية بهذه الهدنة بشكل سريع أو أنا أقول لك تشترط وقف إطلاق النار لأن الشعب الفلسطيني لا يطيق أن يعود إلى إطلاق نار جديد كما حدث في الهدنة الأولى على الجانب الإسرائيلي إسرائيل أيضا فيها مسيرات كبيرة أهالي الأسرة أيضا يتحركون هناك ضغط أيضا في الشارع الإسرائيلي أما أن هناك باب مغلق أعتقد الباب ليس مغلق هذا تكتيك يعني معروف في كل الحروب ولكن أيضا يجب أن ننتبه لموضوع آخر أعتقد بأن الميدان سيكون له دور في هذا الموضوع كيف سيكون للميدان دور؟ يعني هل المقاومة الفلسطينية سوف توقع خسائر أكثر في الاحتلال؟ هل الاحتلال سيفا يمارس جرائم أكثر ليضغط على المقاومة الفلسطينية؟ هل المقاومة الفلسطينية ذهبت باستخدام الفيديوهات والصور وعرض صور الأسرة للضغط على الجبهة الداخلية؟ بالتالي يعني ما زالت المناورات ما بين الطرفين يعني مشتعلة وقائمة وكل طرف يحاول أن يحسن شروطه وكما قلت لك واضح أن الضغط في الميدان هو سيد الموقف المقاومة تضغط باتجاه تبجير وقتل جنود ومحاولة خطفهم وإسرائيل تعمل على هدم المنازل يعني يوم هدمه 56 فجر و56 منزل في جباليا بالقرب من الحدود ضغط أيضا على المقاومة لتستسلم أمام أو ليس تستسلم لتضعف أمام المطالب الإسرائيلية في صفقة التبادل ما بين الطرفين سيد كوبي المفاوضات تقف في أي مرحلة برأيك؟ هل اقتربنا من التوصل إلى هدنة؟ أم ما زلنا بعيدين عليها؟ مساء الخير لكم للمشاهدين الكرام والطيوف الكرام برأيي الوضع معقد جدا لأننا نحن نتعامل مع جهة لن تدان من أي جهة يعني لن تدان من الدول العربية لن تدان داخل الشرع الفلسطيني خوفا من الرادو ماذا يحدث بعد الإدانة ولكن عندما تطلب المنظمة الإرهابية وقف كامل لإطلاق النار هذا يعني تفسيري أن من ناحية عسكرية انتهتت قوتها وتريد وقف شامل لإطلاق النار لكي تظل على الساحة وتحاول تقوي جسدها من جديد بعد الضربات التي قد ألحقت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عليها إسرائيل لم تقدم أي دليل سيد لابي على إضعاف حركة حماس بل بالعكس الجانب الحمساوي يقدم في كل مرة دليل على أنه يوقع الخسائر في صفوف الجنود المتوغلين في قطاع غزة طبعا كمان إذا علقت كل رؤساء حماس وشناء من رأسهم سوف يقولون لك انتصرنا ولكن لغاية اليوم ليس هناك معلومات عند حماس كل القتال المستمر وليس هناك اعتراف بأي حدا من عنصرها قد وصل إلى 72 حريات كان طلبه وأريد أن أقول بصراحة عندما ترى كل البنية التحتية وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف إسرائيل تبدأ بتدمير البنية التحتية للأنفاق التي قد وجدتها نعلم تماما أن حماس تريد بأسرى وقت ممكن أن يكون هناك وقت طلاق النار لكي تظل هذه البنية التحتية تحت إيديها وهذا طبعا إسرائيل لن تقتل وحماس تفكر أن الضغط الموجود في الساحة الإسرائيلية في الشارع الإسرائيلي على تحرير المخطفين وخاصة بعد ما نشرت حماس صور للمخطفين التي وضعهم صعب جدا جدا يعني ليس حدث إسرائيل يقبل ماذا يرى في ماذا بعثته حماس ولكن نعرف نحن أن هذه منظمة إرهابية قتالة ومجرمة وليس لنا أمل أن حماس تتعامل بشروط عقلانية بس بجنون ولذلك نتأمل أن يكون هناك شوية بعض من التفكير الصح سأسألك في هذه النقطة وإن كان الجانب الإسرائيلي يهموا تحرير الرهائن وبالتالي يجب عليها أن يوقف العمال القتالية لأنه شهدنا في المرة السابقة كيف أن القصف الإسرائيلي أدى إلى قتل ثلاثة من الرهائن وبالتالي هذه علامة استفهام أخرى إسرائيل تريد أن تحرر الرهائن لكن في المقابل هي تواصل القصف سأعود إليك لمناقشة هذه النقطة ودعني أسأل دكتور أحمد قنديل خصوصا وأن حماس رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية يصل إلى القاهرة زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد سيصل أسبوع المقبل كيف تبدو الجهود المصرية في مسألة صفقة التبادل وأين تتقاطع مع الدور القطري مساء الخير أستاذ سامي مساء الخير على ديوفك وعلى السادة المشاهدين الحقيقة الجهود المصرية منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم لم تتوقف من أجل إقاف العدوان الإسرائيلي الغير مسبوك على أهلنا في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية القنوات الاتصال لم تنقطع مع قادة حماس الجناح السياسي فيها ومع السيد اسماعيل هنية وربما كانت هذه الاتصالات هي التي أدت إلى نجاح التوصل إلى الهدنة الأولى في 24 نوفمبر الماضي والتي استمرت لأسبوع حتى تم تمديدها مرتين ونجحت في الإفراغ عن أكثر من 210 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية للأسف هذه الهدنة الأولى تعصرت وانتهت نتيجة المواقف المتشددة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هناك فجوة كبيرة في المطالب التي اقترحها الجانبين وربما هذا ما أدى إلى عودة العدوان الإسرائيلي أقصى شدة مما كان عليه الحال والحقيقة كانت سابقة تعرق المفاوضات في خلال العشرين يوما الماضية من أجل التوصل إلى هدنة جديدة هناك فجوة كبيرة في المطالب إسرائيل تريد استسلام قادة حماس والإفراغ عن كافة الرعائن رغم أنها لم تنجح في تحرير أسير واحدة أو رهينة واحدة لدى حماس رغم القصف العنيف والمستمر والأزمة الإنسانية الضخمة التي تسبب فيها رعونة مجلس الحرب الإسرائيلي في التعامل مع الوضع الوضع لن ينتهي بالوسائل العسكرية وإنما الحل السياسي هو السبيل الأمثل من أجل إنهاء هذه الأزمة والإفراغ عن المحتجزين حضرتك ذكرت محادثة في حي الشجاعية عندما قتلت القوات الإسرائيلية ثلاث أسرة أو ثلاث رهائن لدى الجانب الفلسطيني وهذا طبعا أدى إلى أزمة كبيرة في الداخل الفلسطيني أعتقد أن العد التنازلي لإنهاء هذه الحرب وهذه الأزمة بدأ بالفعل وأعتقد أن تراجع الدعم الدولي رغم استمرار الموقف الأمريكي المغزي في دعم إسرائيل داخل مجلس الأمن الحقيقة لكن لو حضرتك نظرت إلى الموقف الأوروبي على سبيل المثال بريطانيا امتنت عن التصويد في القرار الأخير الذي تقدمت به دولة الإمارات لوقف إطلاق النار فرنسا أيدت هذا القرار وربما أيضا الداخل الأمريكي أصبح أقصر ميلا لانتقاد الإدارة الأمريكية عن مواقفها وبالتالي أعتقد أن العد التنازلي بدأ بالفعل لإنهاء هذه الأزمة والتوصل إلى هدنة جديدة ربما تقود إلى نوع من أنواع الوقف النهائي للحرب أستاذ مونير كما ذكرت في السابق وذكر ضيوفي أن بعض المسؤولين الإسرائيليين حتى الأمريكيين يعتقدون أن زيادة الضغط على حماس وخاصة في جنوب قطاع غزة سيجبرها على قبول ربما وقف إطلاق نار مؤقت ربما إطلاق صراح الضحايا تكتيك هذا هل سيجبر حماس برأيك على القبول بهذه الصيغة التي تريدها إسرائيل أم أن الضغط العسكري لا يقدم ولا يؤخر في شيء شوف في موضوع التبادل الأسرة والأسرة الموجودين بيد الفلسطينيين هناك تجارب عديدة وكبيرة تبدأها منذ عام 2006 وحتى تصل إلى عام 78 أول عملية التبادل لم تستطع إسرائيل استخدمت نفس هذه القوة ودمرت المباني وقتلت البشر ودمرت الشجر ولكنها لم تستطع استعادة أسراها إلا بعملية تبادل الآن إسرائيل هي تلمح في الشارع الإسرائيلي وواضح أن هناك رضا أيضا في الشارع الإسرائيلي لذلك شوف كل الحكومة الإسرائيلية تركيبتها غريبة عجيبة الكل ينظر إلى الآخر كيف سوف يحطم شعبيته الانتخابية هذا موضوع جانب الجانب الآخر تحطيم هذا الموضوع عن طريق من سوف يبدأ أولا في الحديث عن وقف إطلاق النار عن تبادل مروان البرغوثي مروان عيسى نائل البرغوثي هذه أسماء القيادات الوطنية والإسلامية الموجودة في السجون أسماء كبيرة وضخمة حتى أذكر فقط سيد مونير من سوف يذهب لفعل هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن الصفقة المقدمة من إسرائيل تنص على تمديد الهدنة لأيام والإفراج عن معتقلين خطيرين بهذه الصيغة تفضل لا هذه الصيغة أنا أقول لك بحثت عنها اليوم هم يتحدثوا عن لا يتحدثوا عن قادة الفصائل يعني المقامة الفلسطينية تتحدث عن قادة الفصائل هم يتحدثوا عن أشخاص جدد شوف التكتيك الإسرائيلي الآن ماذا يحدث إسرائيل الآن لديها 3600 معتقل جديدة أعتقلتهم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر معظمهم من كبار السن وهناك عدد جديد من النساء تم اعتقالهم هناك أطفال أعيد اعتقالهم أيضا الآن إسرائيل تريد أن تناور في هذه الخانة عندما تتحدث عن كبار السن مثلا مروان البرغوثي من كبار السن نائل البرغوثي من كبار السن ينتبق عليهم شروط الصفقة وبالتالي إسرائيل ذهبت لأسر فلسطينيين واختطاف فلسطينيين جدد بأعمار كبيرة أكبر من 65 عاماً أو 70 عاماً للتبادل هذا التكتيك الإسرائيلي بس أريد أن أعود لفكرة الآن الفكرة في إسرائيل مع استطلاعات الرأي من سوف يبادر ليقول أن أوافق عن إطلاق صراح الفلسطينيين مع أن الجبهة الداخلية في إسرائيل أو الرأي العام الإسرائيلي واضح أنه متقبل إطلاق صراح الفلسطينيين يريد إعادة أبناءه هناك معضلة أخرى ظهرت اليوم لماذا سيتم استدعاء الجهاد الإسلام الجهاد الإسلام الآن يتحدث عن طبيض السجون كما كانت تتحدث حماس في بداية المعركة يعني أنت كمان عندك فصائل أخرى لديها رهائن إسرائيليين أو أسرى إسرائيليين هناك عائلات لديها أيضاً مدنيين هل حماس تنطلق من القبول حتى لو كان مؤقت تريد أن تجمع الأسرى الآن فقدت على الاتصالات الداخلية وهذا واضح وهذا هو سبب وقفة لقنار سيد مونيح الفلسطيني في قطاع غزة لأنه بالزبط هذا أحد الأسباب التي تبحث عنه حماس ولكن أيضاً إذا استطاعت أن توقف الحرب مقابل الرهائن ممكن أن تذهب إلى هذا الخيار أو توقف الحرب مقابل الرهائن وأطلاق بعض قادة الأسرى الفلسطينيين ممكن أن تذهب إلى هذا الخيار كل الخيارات واضحة إنها الآن مفتوحة تحديداً أن الجهتين يعني إسرائيل تغرق في رمال قطاع غزة وأيضاً المقاومة تغرق في يغرق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الجوع أو في القتل وفي التدمير وفي المبيت في الشوارع ومحاولة التهجير بالتالي يعني المعادلة صعبة كيف سوف تنتهي أنا أقول لك هناك ضبابية ولكن في النهاية حسب الإذاء في الميدان سوف يكون الوضع هو الذي يقرر المرحلة القادمة أستاذ كوبي هنا أريد أن أسألك يعني خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ضيفي قدم لنا رؤية أخرى أنه وقف إطلاق النار هو يأتي أيضاً في المصلحة الإسرائيلية وليس في مصلحة حماس ألا يفكر يجب أن يفكر القادة الإسرائيليين بمصير أسراهم لأنه استمرار إطلاق النار استمرار هذا القصف قد يؤدي بهؤلاء المحتجزين والأسراء ما رأيك؟ عندما قالت إسرائيل أنها موافقة لوقت إطلاق النار لكن لمدة محددة هذا هو الموقف الإسرائيلي يعني مقابل تحرير أصلانا يعني مكتوقينا إسرائيل قالت كما قالت في الماضي نحن مستعدين ولكن حماس اليوم تريد البقاء في الساحة ولذلك تطلب وقف نهائي لإطلاق النار ولكن المثل العربي بيقول اللي بدق على الباب يردونه جواباً اللي دق على بابنا 7 أكتوبر كانت حماس والكثئة جراد ما ذنب المدنيين؟ ما ذنب المدنيين؟ يعني الآن المدنيين هم الذين يقتلون وليس حماس؟ ليس هناك ذنب إلا لطرف واحد وهو اللي جاب الدمار هذا على رؤوس الناس علينا هو المناهية المنظمة الإرهابية حماس ومن يقودها ومن يساعدها ومن يساعدها طيب قاتل العسكرين لماذا المدنيين؟ يا سيد كوبي قاتل إذا كده أريد أن أسأل إذا تقول كيف تقول أنا موافق معه؟ إذا كانت حماس تهاجم معسكر إسرائيلي وتقتل عدد من الجنود الإسرائيليين لكلنا بنقول هذا حرب بين الجنود وعندما خطفت ناس من بيوتها وهدول كلهم مدنيين يعني فيه كثير مدنيين يعني ولد عمره التسعة تشهر ما ما التحق في أي جيش أبني في أي جيش من كل جيوش العالم ولد عمره أربع سنوات هو مخطوف يعني خطفتهم أولاد والنساء وكبار السن يعني وتلومون إسرائيل أنها جانب أيضا جانب الفلسطيني يقول لك يا سيد كوبي أنتم تخطفون يوميا الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غيرها من المدن الفلسطينية وتزجون بهم في السجون دون أي سابق انذار ودون حتى اتهامات الآن المحتجزين اعتقال إداري يا سامي بن عمي أقول لك بصراحة ضيفنا الكريم الموجود من رمالله إذا لا كانت إسرائيل تعمل ذلك لكانت حماس تستولى على الضفة الغربية بقوة كما عملت في قطعة غزة وعندما السلطة الفلسطينية تمتنع أو لا تريد أن تتعامل مع هذه العناصر من أسبابها اضطرت إسرائيل أن تعمل كل الخطوات الأممية أي عناصر يعني تعمل وكيل لدى إسرائيل لا السلطة ليس وكيل ولكن للسلطة القدرة السيطرة الكاملة على كل المدن الفلسطينية وكان هناك تنسيخ كامل بين إسرائيل والسلطة لم تترك إسرائيل قدرات للسلطة الفلسطينية يا أبن عمي خليني أكمل كلامي وبعدين أحترمك كما أريد إسرائيل أعطت الفرصة إسرائيل أعطت الفرصة وفي أيام سابقة عندما في 2007 طاردت حماس كل رجال الفتح وصارت ترزقهم من البنايات بدون أصنصير أو مصعد وكانت تطخ فيهم وتقتل فيهم إسرائيل أعطتهم الإمكانية أن تنتقل إلى الضفطة الغربية واليوم حماس تريد إشعال النيران كمان بالضفطة الغربية يعني عندما تقول إسرائيل اعتقلت أو إسرائيل اعتقلت لا من يشعل الضفطة الغربية هم المستوطنين المتطرفين هي هو الجيش الإسرائيلي هناك اقتحامات مستمرة للجنين وعدد من المخيمات هناك وبالتالي هناك انتهاكات عليها الكثير من علامات استفهام وتنديدات دولية يعني لا يجب أن نغطي كل هذه الأمور نحن نتحدث الآن في نقاشنا عن الوصول إلى الصفقة والوصول إلى الصفقة يتطلب وقف لإطلاق النار ألا يفترض على إسرائيل أن تكون هي أول من يبادر لذلك من أجل حماية الرهائن والمحتجزين والأسراء يا أبن عمي ما قلت يا أخسامي قلت إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار مؤقت نكمل كما عملنا في الماضي ولكن إسرائيل قالت تمان أن حماس يسبب خطر لكل الاستقرار في شرق الأوسط يعني إذا ظل حماس في قطعة غزة وظل يقوي قوته من جديد نحن نعيد بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة لنفس المظاهر اللي بنشوفها اليوم نحن بدنا نعمل حد لهذه المظاهر لا نريد أن نضر إلى برياء اللي يتخبى من وراء النساء والأولاد والحجايز ليست إسرائيل بل المنظمة الإرهابية ويجب عليكم العرب أن تدينونهم يجب عليكم الدول العربية الحنيفة لإسرائيل وليس الحنيفة لإسرائيل أن تعلمونا يعني 19 ألف قتيل تقول لن دين يعني 19 ألف قتيل شو خليته في قطاع غزة يعني الآن واضح أنه إسرائيل ذاهبة إلى إبادة هذا الشعب بالكامل وتريد تهجيره كما يتهمها البعض دعني أذهب لي السيد دكتور أحمد قنديل يرد عليك في هذه النقطة تحديدا وهل نحن أمام إمكانية عقد هذه الصفقة لأن الحديث الآن عن مقترح لأسبوع لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق صراح أربعين محتجزا من النساء وكبار السن والأشخاص الذين يحتاجون لعاية طبية عاجلة هل هذه مجرد فكرة من بين كل الأفكار أم يمكن الذهاب في هذا الاتجاه أستاذ سامي خلينا نعترف أن الكل خاسر مما يجري الآن في غزة الفلسطينيون يعانون أشد المعاناة من العدوان العسكري الغاشم اللا إنساني تجاه الأخوة في غزة الإسرائيليين أيضا دفعوا فطورة سياسية الاقتصادية وعسكرية ضخمة نتيجة الخسائر غير المسبوقة التي لحكت بهم المنطقة على حفة بركان قبل الانفجار رأينا العسكرة المتزايدة في البحر الأحمر رأينا سواريخ من الميليشيات الحصية في اليمن تعرق الملاحة التجارية في هذه المنطقة الحيوية في العالم وبالتالي نحن الآن على مفترك طرق بين الاستقرار والأمن للجميع أو الفوضى العرمة والشاملة ليس فقط لشعوب هذه المنطقة إنما للعالم أجمع أعتقد أن الحكومة اليمنية المتطرفة في إسرائيل هي البسؤولة الأولى في هذا الأمر الرد الذي يتنافى مع كل القواعد الإنسانية والقانونية باعتبارها دولة الاحتلال وباعتبارها المسؤولة عن التعامل الأمثل مع ما حدث التجاهل التام لقرارات الشرعية الدولية الصادرة فيما يتعلق بإقامة الدولتين الإرحياز الأمريكي هو السبب الثاني لما يحدث الآن ولخطورة الأوضاع التي وصلنا إليها وبالتالي لم يدرك صانع القرار في إسرائيل خطورة الأمر وما لم يتتحرك الإدارة الأمريكية الحالية نحو دفع هذه الحكومة المتطرفة لإدراق ما سوف تكون المنطقة مقبلة عليه في الأيام القادمة أعتقد أننا سوف نشهد مزيدا من الدماء مزيدا من الخسائر المالية والاقتصادية للجميع وبالتالي طيب دكتور أحمد يعني من بيده الورقة الأقوى في المفاوضات برأيك حسب ما تتابع يعني إسرائيل أم حماس كل طرف يستخدم تكتكات في هذه المفاوضات برأيك من الذي سيصرخ أولا؟ أعتقد أن الطرف الأقوى في هذه المفاوضات ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية إذ حيازها الأعمى لإسرائيل هو الذي يتسبب في هذا الانسداد في المفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أن حسابتها الداخلية وحسابتها الاستراتيجية المتعلقة بالتنافس الجيوسياسي والاستراتيجي مع الصين هو الذي يدفعها ربما إلى إشعال هذه المنطقة للعودة إليها بشكل أو بآخر والدليل على ذلك التحرقات العسكرية الأخيرة وحجد تحالف من عشر دول لتأمين الملاحة في البحر الأحمر هذا الأمر لا يجب أن نخفض أن الاعتبارات الاستراتيجية الأمريكية وراء هذا الأمر أيضا الاعتبارات السياسية الداخلية البحثة الضيقة للتحالف أو الحكومة الاتلافية الحالية في إسرائيل هو المتسبب الأكبر على هذه المعاناة الإنسانية غير المزبوقة الحقيقة والذي أدانتها كل المنظمات الدولية والقمة العربية الإسلامية الأخيرة أيضا شددت على ضرورة العودة إلى المصاري الصحيح فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية ومنحاق كل الصلاحيات التي تمكنها من إحكام الأمور في فلسطين شكرا جزيلا لك دكتور أحمد قنديل رئيس وحدة العلاقات الدولية في مركز الأهرام كنت معنا من القاهرة أشكر من عسقلان رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا كوبي لافي ومن رمالة القيادة في حركة فتح مونير الجغوب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك